السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كيف تكون أصدقائنا ومتابعين الأعزاء إن شاء الله تكونوا بأدم الصحة والعافية رجعنا لكم بدرس جديد بهذا الدرس راح نكمل السلسلة يلي ابتدأنا فيها مبارحة هذا الدرس الثاني من سلسلة أهم الصفات وعكوسها باللغة التركية درس كتير مهم ومفيد للمبتدئين قبل ما نبدأ بهذا الدرس يلي ما لهم اشترك بالقناة ينزل اشترك بالقناة وفعل زر الجرس حتى يوصلوا جميع إشعارات دروسنا القادمة بشكل مباشر وبتمنى من الجميع إذا عجبوا هذا الدرس وحبين مننا نستمر بهذه السلسلة يدعمونا يدعمونا باللايك والشير وكتبونا آراءكم بقسم التعليقات أسفل الفيديو وهلا خلونا نبدأ بالدرس لدينا الصفة الأولى كلمة إش وتعني داخل ولها معنى آخر فعل أشرب إتش مك نزيل المك فقط يصبح بصيغة الأمر إتش اشرب إتش داخل وإتش معنى آخر إشرب إذا مننقول بالداخل في داخله إتشين ده إتشين ده مثلا إتشين ده في داخله دش دش خارج الصفة اللي بعدها آز 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 وتعني قليل آز تشوك تشوك عكسها آز تشوك تشوك وتعني كثير آز تشوك آز تشوك الصفة التالية إلك 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 عكسها سون إلك وتعني الأول سون الآخر أو الأخير إلك إلك سون مثلا إلك دفا أول مرة إلك دفا آخر مرة سون دفا الصفة التالية إلري إلري إلى الأمام غري إلى الوراء إلري غري مثلا إلري دون رجع لوراء أو عد إلى عد إلى الأمام أو قدم للأدام إلري غري غري دون غري دون رجع لوراء أو عد إلى الخلف أو الوراء إلري غري صفة اندريم اندريم وتعني تخفيض أو تنزيل تنزيلات مثلا تسأل تخفيضات تخفيضات تنزيلات يوجد تنخفيض زام زيادة ارتفاع بالسعر زام يوجد زيادة ارتفاع بالسعر عكسها ننتقل للمجموعة التالية من الصفات لدينا إيجابة علم لو علم لو علم لو وتعني إيجابة عكسها علم سوز سلبي علم لو علم لو علم سوز هزل سريع يوش بطيء هزل يوش هزل يوش نهاية مثال هزل برعربة سيارة سريعة يوش برعربة و يفاش برعربة سيارة بطيئة هزل يوش الصفة اللي بعدها var yoke var يوجد yoke لا يوجد var yoke الصفة التالية zarar وتعني ضرر نفسها باللغة العربية ماخوزة ذاتا من اللغة العربية ولكن لا يوجد باللغة التركية حرف ض فكتبها ز ضرر عكس هذه الكلمة الصفة ضرر 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 وأيضا يستخدموا فايدة فايدة var فايدة yoke فايدة و يارار نفس المعنى وتعني فائدة ضرر 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 تعني عكس مثلاً بارتي نصل شاهانية بير بارتي أولدو شاهانية رائعة شاهانية بير بارتي شاهانية شاهانية رائعة شاهانية بير يمك طعام رائع شاهانة أو هاركة فين نقول هاركة شاهانية شاهانية عكسها تشوكته تشوكته chargesي day شهانة شهانة رائع سيئ جدا كان الشيء سيئ شكوتو رائع شهانة أو هاركة أو مهتد شام بينا نقول هدول تلصفات متشاهبين الصفة التالية شاكا 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 وتعني مزاح شاكا عكسها جديت 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 مأهوزة ذاتا هالكلمة من اللغة العربية وتعني بجدية أو جديت جديت شاكا جديت شاكا جديت الصفة التالية اركان اركان وتعني باكر جتش متأخر اركان جتش مثلا مثال اركان اركان كالكتم استيقظتوا باكران جتش او يانضم نمت متأخر او جتش جلدم جيت متأخر صفة التالية اغر 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 وتعني سقيل خفيف عكس ال اغر سقيل خفيف خفيف هفيف نفسها مأخوزة من اللغة العربية هفيف تلفظ هكذا هفيف ها فيف هفيف ها فيف هفيف اغر هفيف اغر هافيف ولهن أصدقائي من يكون انتهينا من هذا الدرس بتمنى يكون نال إعجابكم واستفدتم منه إذا حابين نكمل بهذه السلسلة بتمنى من كل يدعمنا باللايك والشير يشارك هذا الدرس وجميع دروس القناة مع جميع أصدقائه ومعارفه عبر وسائل التواصل الاجتماعية أيضا وكتبونا آراءكم وإقتراحاتكم بقسم التعليقات أسفل الفيديو ولا تنسوا تشتركوا بالقناة وتفعلوا زر الجرس حتى يوصلتم جميع إشارات دروسنا القادمة بشكل مباشر وانتظرونا غدا بدرس جديد إن شاء الله دمتم بأمان الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته